عليه وينصوب عليه طيب خبرنا التاني كل شوية حضركم بتسمعوا عن القصة دي وقعة جديدة من اكتشاف دبح الحمير واكتشاف مقابر جماعية ليها يعني مرة نشوفها في البحيرة ومرة في الغربية ومرة في الجيزة وكذا مرة بنشوفها في بني سويف الموضوع بقى بالفعل شكل ظاهرة ظاهرة ومنتشرة ودبح الحمير بقى خبر شبه يومي بنطلعه في الاخبار مرة نسمع تعليق انه لتصدير جلودها للصين والدول تانية والجلد حاليا اخر الاخبار بتقول انه بيوصل ثمنه لستمائة دولار يعني بنتكلم في قرابة 11 الف جنيه مصري فشوية بنرتاح انهم عايزين او بيتبحوا علشان فقط الجلود ملاش علاقة باللحمة وبعدها على طول بنفاجأ بخبر تاني بيصدمنا مطعم كبير ومعروف عنده لحم حمير فالناس ترجع تخاف تاني واخر الاخبار اللي طلعت في القصة دي شكوى من اهالينا في قرية طرشوب ودي قرية في بيبة في بني سويف اشتكى فيها الاهالي من سرقة الحمير بتاعتهم وانهم بيلاقوها بعد كده مدبوحة او مسلوخة من غير جلد كمان جنبنا هنا جنب المدينة في حدايا الاهرام تم ضبط مطعم كبير بيجاهز اكله من لحم الحمير كمان انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحضركم شايفين الفيديو لمقبرة جمعية مقبرة جمعية للحمير في قرية طهمة في مركز العياط جيزة وده بالتأكيد بيسبب خوف لكتير من اهالينا على هذا الامر اسمحوا لي بينضميلي الدكتور حسن العجويني رئيس الادارة المركزية للمجازر والصحة العامة في وزارة الزراعة يا اهلا وسهلا بيك يا دكتور حسن اهلا بيك يا فندم مش عرفني بكل تأكيد يا فندم اهلا بيك يا فندم انت كمواطن مصري في المقام الاول خايف ولا مش خايف مش خايف مش خايف حلو اوي طمنا احنا كمان بداية بنؤكد على ان الادارة المركزية للصحة العامة للمجازر والمعنية بالتفتيش على مستوى جمهورية مصر العربية بالتعاون مع موديلات الطب البطري بجميع انحاء الجمهورية والسادة ممثلوا الرقابة التموينية ومباحث التموين بجميع محافظة نصر تقوم بدور ريادي في هذا الشأن بدور ريادي المرور والمتابعة الدورية والحملات المكثفة على جميع المصانع ومحلات عرض المنتجات من الاصل الحيواني والداجني والاسماك سواء كانت في الصورة قبل التصنيع او حتى في حالة المنتجات المصنعة والمغلفة ويتم اخذ العينات بصفة دورية وفحصها بالمعامل المركزية المصرية وهي معامل مرجعية عينات يا دكتور حسن عينات اي حضرتك العينات في حالة لو كانت اللحوم في صورة لحم مصروم لان اللحم المصروم احنا بنعرفه معمليا من خلال اختبار قلب المرأة اما فيما يخص اللحوم قبل تصنيعها فاللحوم وهي بالصورة الخام بتاعتها احنا عارفين لحم الحمير من انواع اللحوم الاخرى لحم الحمير لونها احمر داكن يميل للزرقة ما فيش عليها دهون واذا تواجدت في دهن الحمير زيتية القوام لونها اصفر دهبي لو تركناها شوية بتاخد لون حافي لحم الحمار لو انا خطيته في ماء بيغلي او غلته عن نار ودخلت امرأة كفيفة فقد البطل هتعرف لانه هينبعت من راحة الشربة راحة روس الخيل فضلا لعنى ان بيعلو الشربة بقع صفراء مميزة في لحوم الفصيلة الخيلية المجهود الكبير اللي حضرتك ذكرته وبتقول ان يعني ما شاء الله يعني انتوا بتقوموا بدور يعني مش عايزين نقلم مجهودكم مجهودكم كبير بس حراك شايف الفيديو اللي معروض على الشاشة يا فندم لا انا ما بس حراك شايف التلفزيون جواتنا حاليا في الشارع لكن انا عايزة اكتبك عامتا الفيديو كان منتشف بشكل كبير للغاية وهو الحمير الكتير جدا اللي يعني مسلوخة وموجودة كانها مقبارة جامعية لا هو فيه نقطة مهمة بس اعزة وصلها حديثك والاستاذ المشاهدين ظاهرة دبف الحمير او اعدامها انتشرت في الفترة الاخيرة دي لعلاقة خاصة بجلد الحمار وليس بلحم الحمار جلد الحمار تمن مرتفع بعض الناس خذوا اجراء بغرض خروجه من مصر بطريقة غير قانونية او اتخذوا اجراءات في بعضهم اللي اتبعوا الاجراءات المشددة اللي احنا عملناها ان احنا عملنا اجراءات مشددة اللي هي ايبا يا فندم ان احنا قلنا اولا لا يسمح بتصدير جلود الحمير الا اذا كانت مشتراء من حديقة الحيوان التابعة للإدارة المركزية لحديقة الحيوان والحياة البرية وانه لا يسمح بالاعدام الرحيم للحمير الا بغرض تغذية المفترسات داخل حديقة الحيوان والسرك القومي والمنشآت المرخص لها بحياة المفترسات تحت اشراف مديرية الطب البطري اللي وقع في نطاقها السرك او المنشآت طب الجلد بيطلع مرة ازاي يا دكتور حسن بالشكل ده اللي هو الطريق الغير قانوني اللي حالك بتقول عليه الجلد اولا اللي غير قانوني بعض الناس اللي بتتولهم نفسهم الاكتساب بطريقة غير قانونية بياخدوا الحمير وبيقتلوها وبياخدوا جلدها بغرض انه يتبعوا كثماصرة للناس اللي بتشتغل في عالم الجروت وطبعا احنا ببلدنا زي ما فيه ناس اسوياء فيه ناس اصلا غير اسوياء بيتجروا في هذا العمل بالمخالفة للقانون دون مراعاة لا لصحة الانسان ولا البيئة ودول احنا بنتتبعهم بالمرصاد ودليل ده ان احنا بنشتغل دون ان نعلن للناس كل حاجة حرصا على سمعة بلدنا طيب المجهود الرائد اللي عندنا عدد من المحافظة اللي يتهم بها صدرت احكام قضائية ضد المخالفين كتير ولكن بنقول للمواطن المصري اطمئن الموضوع تحت عينينا في جميع محافظات مصر والسلام باحث التنوين بيعملوا على مدار الساعة في هذا الشهر هو العقوبة ايه يا دكتور حسن بالضبط لان الموضوع منتشر الموضوع اللي احنا لسه شايفين جنبنا هنا اللي حارك تسمعني يا فندم لسه شايفين جنبنا هنا او متابعين ان فيه ضبط مطعم كبير كان بيبيع يعني لحومه فيها لحم الحمير والصور اللي حضرتك شايفها في الفيديو انت بتتكلم في مئات الحمير مدبوحة ومسلوخة نتكلم في اماكن كتير مش مكان لوحده مش باني سويف لوحدها احنا شفنا في البحيرة وشفنا في اماكن تانية فبالتالي الموضوع منتشر الغالبية بيعمل في مجال الموضوع ده بغرض الحصول على الجلج لكن قليل منهم من تسول له نفسه العقوبة يا فندم ومع ذلك بيتم ضبطه العقوبة اللي صدرت الحد الادنى منها حتى الان فيه الاحكام اللي صدرت كانت خمس سنين سجن وفيه منها وصل لغاية خمس سنين سجن وتلاتين ألف سجن غرام طيب بشكرك شكرا يا جزيليا دكتور حسن العجويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة في وزارة الزراعة وبشكر مجهودكم الرائد ترجمة نانسي قنقر